حشود من المواطنين تجمعت في شوارع الحسك احتفالاً بقرار الجيش السوري إرسال قوات إلى الشمال لمواجهة العدوان التركي وقال مسؤول كردي سوري بارز إن اتفاقاً عسكرياً مبدئياً مع دمشق يقتصر على انتشار الجيش على طول الحدود وإن الجانبين سيبحثان القضايا السياسية في وقت لاحق وقال بدران جيا كورد إن الاتفاق يقضي بدخول القوات الحكومية المناطق الحدودية من بلدة منبج إلى ديريك في شمال شرق البلاد وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن قوات الجيش دخلت بلدة تل تمر في شمال شرق البلاد وتقع تل تمر على طريق سريع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب قالت القوات التركية إنها سيطرت عليه وتبعد تل تمر 35 كيلو متراً جنوب شرق يراس العين إحدى الأهداف الرئيسية للهجوم التركي وأوضحت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا إن انتشار الجيش سيدعم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في تحرير الأراضي التي دخلها الجيش التركي والمرتزقة وذلك في إشارة إلى قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا وأضافت الإدارة في بيان أن ذلك سيسمح أيضاً بتحرير المدن السورية الأخرى التي احتلها الجيش التركي مثل عفرين وطرد الجيش التركي وحلفائه من مقاتل المعارضة السورية المقاتلين الأكراد من عفرين في 2018 ترجمة نانسي قنقر